بداية عايزة أعرف من حضرتك تقييمك للمرحلة اللي احنا بنمر بيها حاليا يعني احنا وصلنا لمرحلة ليست بالهينة يعني زي ما بيقولوا في مكافحتنا للإرهاب تقييم حضرتك نا هو احنا الدولة الوحيدة لحالة بالإرهاب في العالم على الواقع على الأرض وفي كل المجالات وانا النهاردة عشان احنا في العام الحديث منستخدم العلوم الأمن القومي والسلطة القومية فلما جي تقولي لي انا تقدمت قولك احاضر روح فردلك قوة دولة الشاملة اتقدمت في ايه فيهم تمام قوة انت تقدمت فيهم ايه مش كلام مطلق مش على مرسل كده وخلاص لما جي تقولي انا نجحت في مشكلة حلتها قولك اه ادي مجالات الأمن القومي طبق النجاح بتاعك فين فيه كذا وكذا وكذا فهنا بنقول في نجاحنا لقومة الإرهاب في بداية كلام يعني كده هنخش فيه بدري يعني انت النهاردة تبص لمجالات الأمن القومي الأساسية أربع مجالات أساسية هم تمانية أو تسعة دلوقتي كمان لما تدخلوا الأمن السبراني دلوقتي كمان بقى عندي مجال السياسي المجال الاقتصادي المجال العسكري المجال الاجتماعي تمام طيب لو انا قلت الإرهاب من قبل ما ندخل في تفاصيله ده قلت حضرك سرطان اذا هو منتشر طبعا طيب اذا النهاردة للمجهة قومه فين في السياسي وفي الاقتصادي طبعا وفي الاجتماعي وفي العسكري في السياسي إذا كان له ارتباطات خارجية هحيدها ازاي طيب إذا كان في العسكري هجيب له القوى المناسبة له لأنه ده مش جيش أنا هتطلع له جيش لأنه هختار له بسه مجموعات حربه وهتتضرب على التحق محاربته واجيب السلاح المناسب لحرب معه يبنى فيه التطوير وتغيير طب في الاقتصادي ها هو والاجتماعي الاتنين دولي والشاركين فيه التجنيد الأفراد اللي هتتجنيد من عندي لأن الإرهابي الدولي بس أسبق كده بيستخدم أفرادك نفسها بالضبط علشان يتحقق المفاجأة ويحقق الأمان بالنسبة له في المعيشة لأنك لو جيبت أجنابي أنا هشوفه لكن ده متخفي وسط الناس من نفس ناسك بالضبط فبالتالي بلازم أنا بحضره بحضره من بدري عشان كده بنقول لما جاء علجنا الموضوع ده علجنا في المجال الاقتصادي من أن أعمل تنمية شاملة وأسحب البطالة من السوق وأخفضها في خلال سنتين أو ثلاثة من 13% إلى أو 14% إلى 7.5% ده عمل بكل مقاييس الناس الاقتصاديين أنا مشارك الاقتصادي لكن بكل مقاييس الناس الاقتصاديين بقول ده إعجازة طب أنت عملت الكلام ده ليه عشان هو ده أساس الدفع للإرهاب وبعدين في الاجتماعي بصت القرى الأكثر فقران عشان ترفع منها اللي كان بيأخد منها وبصت على العشواءات اللي كان بيأخد منها فإذا أنت هنا لما تجي الترجيم للموضوع بتترجيم بحقائق على الأرض أنا مش بكلم بكلام مرسل والتطبيق لكده مين ربما لما بتجي عارفة عاملة مؤتمر الأمن مؤتمر الأمن بتعميونخ مؤتمر ده لما بيدرس أمن أوروبا مدهش للسنة دي نبريس عشر سنين جايين فلما بيبص اللي عشر سنين جايين إبه هو بيبص على الإرهاب اللي جاي له لما يفك من 12 قصة كبير والإرهاب ده يخلص زي ما حصل كده في أفغانستان خلص من أفغانستان حيودوه فين فجابوه ينفذ مشرشك قصة كبير فبالتالي بعد ما خلص مشرشك قصة كبير حيرجع لهم فهو عايز بقى يشوف حيكافه إزاي طب أجيب مين يقول لي أحسن تجربة موجودة حاليا للمقامة إرهاب مين اللي حربه الوحيدة على الأرض فدعوا مصر أول مرة تحضر مؤتمر ده فكان المؤتمر ده من سنة تاتة وستين لم تدع له مصر ولا مرة المراد الوحيدة يدع فيه الرئيس عفتاح السيسي بس للمصر عشان يقول لهم التجربة وأول كلمة قال لهم لأن الرئيس عفتاح السيسي صفته أن راجل متعلم وترس ترجيها كويس وعلى مستوى علم راقي وصريح في مبحثاته مع أدبه فلما جاء اللهم هناك قال لهم إيه قال لهم عايزين نحارب الإرهاب خدوا الناس بتاعكم ببناء تها الأدب خدوا الناس بتاعكم المعلمين والمدربين ودعمين للناس بتاعنا خدوهم وأحنا نتصرف عن الناس بتاعنا في شوية أدب فبالتالي بدأ هنا النجاح في المحاربة على الإرهاب صداء العالمي شكله هو اللي بيقول طيب لو نيجي بقى للأصل هو الإرهاب التوازع عندنا ليه شمعنا عندنا وهالإرهاب عندنا من جوايا ولا جاي من مرة ده لازم الإجابة عليه لما جاء جابه هجابه من إطار الحرب المجيلة الرابعة إيه الحرب المجيلة الرابعة دي هو صحيح ما صدرش بيها حتى الآن لا فيش وثائق بتقول إيه الحرب المجيل الرابعة يعني الحرب التقليدية احنا عارفين قواعد قتال وقواعد ميدان وكل كل كانتنا عارفين وإحنا خضناها قبل كتب بصرف ندرنا تخضين لأول تعلمتي فعندك القواعد بتاعته والقوانين بتاعته والتعديلات اللي بتتم فيها وكل حاجة طيب اشمعنا أنا الوقت بنوع على حرب المجيل الرابعة طب هي حرب المجيلة أول كتت إيه حرب المجيلة التانية كتت إيه حرب المجيلة التالية كتت إيه عشان أوصل لحرب المجيل الرابعة مش معني سميتها الرابع مراعد فببساطة كده الحرب المجيلة الأول هي كانت حرب القبائل وحتى الدول مع بعضها بالرمح والسيف الأدوات البداية دي لكن عشان نثبت لأن نكون علميين ونثبت فيه المقارنة يبقى حسبت الهدف الحرب الحرب هنا كانت عبارة عن هي هدفها تدمير القوى العسكرية الأخرى تمام يبقى الحرب من الجيل الأول كانت بيسفوا الكلام ده وكانت بيضمر إيه القوى الأخرى فهنا الحرب في التقابل ده بتبقى نسبة الخسارة بتاعته عالية فالداخل الكسبان خسران والخسران خسران لأنه خسر قوى بشارة كبيرة فالتطور اختاروا على البرود فبقى البرود بيضرب من بعيد لما الاتنين اخدوها بقى هما الاتنين برضو بضربوا بعض بسما الحرب من الجيل التاني علشان يستخدم فقى البرود والمدافع وطورت شوي لكن الهدف واحد لكن الهدف هو تدمير القوى العسكرية الحرب من الجيل التالت نشأت على مصر فعلى أرض مصر هنا في الحرب العالمية التانية لما رومل كان قوات قليلة وجاي من تونس وعايزو صلى مصر والجيش البريطاني كان كبير جيش الثامن فهو مش يقدر يواجه كده فبدأ يعمل أفكار الحرب العميقة أو التطويق الالتفاف والتطويق فكان بيطوق القوات البريطانية ويحصرها يعني يعزل القوى الرئاسية عن بيئة المعركة يبقى هنا ما عادش بقى التدمير بقى هنا عزل القوى الرئاسية عنده فمن هنا يعملها كده ويكمل هو مشوار عشان كده وصل لغاية مرسى مطروح ودي حوالي ألفين كيلو وحاربه فبالتالي بس لما نيجي نقيم الحرب بعد ما تنتهي أنا أكلفتها أدي ما يكون لها حساب تكلفة وأنا ما عادش بجيب قواتي بحارب بها ليه لأنها أكلفني جابت وهنا برضو بيكلفني إن أنا قوات وعملت أكل وشرب ونوم وإحراسة وكلام زي كده ومعدات وإعلاج وكده وكلام زي كده كلف برضو فآخر صورة الحرب من الحرب التقليدية بخبرات الحروب السابقة كانت حرب أكتوبر وبالتالي نسبة خسار فيها كانت عالية حتى بالنسبة للجانب الإسرائيلي خاصة عشر تلاف قتيل فبالتالي بالنسبة لهذا الرقم كبير بالنسبة للعداد سكان وبرضو لا يزال الهدف واحد هو تدمير القوى العسكرية للطرف الآخر فمنها بدأت إسرائيل أو بدأ شمون برس حتى يعلن أن أنا ما عندش حدخل في حرب بالمواجهة هعمل حاجة اسمها الحرب بالوكالة دي بداية حرب مجيل الرابعة بقى يبقى الحرب مجيل الرابعة هو بدأها بالحرب بالوكالة هيجيب حد يحارب عنه إزاي ما قالش لكن بعد كده حصل في دراسات في أمريكا وهو ووصلوا إلى موضوع إن أنا عشان أحارب بالوكالة لازم أعمل شط حاجات أول واحدة فيهم الحرب بالوكالة دي أول عنصر معنصر حرب مجيل الرابعة بتعتمد على حاجتين الجيش الكبير اللي موجود دولة اللي حاجمها دي ولها جيش هجيب لها جيش زيه أو أنا هجيب جيش لا أنا مش هعمل الكلام يبقى لازم هجيب لها عشان أقدر أخذوها أخلي الجيش ده ينقسم على نفسه وحارب بعضه فبقى ده يدرس تكوين الشعبي اللي متكون منه جيش عقائدي ولا عرقي ومن هنا ييجي فكرة تفتيت الدول تفتيت الأول تفتيت الجيش عشان أحيده أطلع بره أطلع بره إزاي بأصل قوة حيصد أنت جاي تخزوني حصد أخلي فرق أنا أخلي أجزاء والطب هذا كلام في العراق بين السنة والشيعة بالضبط ورجع تكرر تاني مع سوريا في السنة والشيعة بس العكس العراق كان السنة أقل والشيعة أكتر بس هما كانوا متحكمين في سوريا العكس الشيعة أكتر من السنة وهم المتحكمين في الجيش فحصل الانقسام حصل في اليمن قبائل قبائل في ليبيا قبائل بردسو وإذا النهاردة ده انقسام الجيش طب عشان أضمن القتال يستمر بينهم قطر الفترة ممكنة أزرع الإرهاب الدولي وعشان كده أنا بنصح أن ساعة ما يجب أتكلم عن الإرهاب لازم أرفق جنبه بالصفة الإرهاب الدولي يعني إيه؟ إن الإرهاب ده مش إرهاب محل إرهاب دولي بعناصر خارجية بعناصر خارجية وإدارة خارجية زي ما قاله الرئيس مبارح في تصريح تصريح لا هو تصريح دبلوماسي لأن ده رئيس جمهورها بتكلم وستراتيجي يعني فبيقول لي يعني له هدف سياسي ما مدام له هدف سياسي يبقى فيه حد بيديه هنا ما فيش دولة بيديه الإرهاب بتقول لي أنا جاه هاجم عليك هو رعا لحرب عليك فبيبقى الإدارة هتكون لأجهزة مخابرتية هو الرئيس قال كده إنه فكرة الإرهاب لن تنتشر لو لوجود دول دعمة لها بترعاها لمصالح السياسية إذن هنا لازم أقول عليه إرهاب دولي ما أقولش إرهاب عادي لازم أقول عليه إرهاب دولي وبالتالي هنا بدأ أزرع الإرهاب الدولي بمين بقى بلنا دربتهم من نفسي الشعبي ده عندي في مدارس أفغانستان اللي هي مدارس كابول اللي الرئيس كان بتكلم عليها مبلحة كصراحة بقى بالضبط فبالتالي هما دولي العناصر حجي إحنا عندنا جاملها السلفاء الجهدية اللي كانت جاية من هناك العقدو من أفغانستان ودخلوا على سينة بعد ما رفعت صورة 25 ناير المحترمة دي خلت الرفع القوائم الممنعين من السفر لغتها فدخل عندنا الناس دي أهلا وسهلا حرية وديمقراطية فانت شيلتي فالناس دي دخلت قعدت فين مراحتش بيته راحت على سينة محمد الزوهري مراحش بيته وراح على سينة على طول اللي كان زعمهم فإذن النهاردة الهدف بتاعهم رحولوا على طول ليه هقولك أنت لما جيت نفست الكلام ده في سوريا في موضوع الحرب لوكالة الجيش وزارعة الإرهاب حصل مع الجيش المصري ما نفعش لأن الجيش المصري لعقائدي ولا عرقي حتى واحدة من الشعب المصري طينا واحدة بالضبط فما نفعش فأوما زرع له الإرهاب على أطراف الدولة مع أعملوا فشل الدولة من الداخل والعنصر التاني من الحرب من الجيل الرابع الحرب من الجيل الرابع أول عنصر حربي بالوكالة تاني عنصر فيها إفشال الدولة بالضبط هفشل الدولة من الداخل يعني إيه بمعنىها البسيط إنما خلاها اشتقدر تستخدم القوات المسلحة في الدفاع عن أراضيها أشغلها في حاجات تانية أشغلها في حاجات تانية عشان كده شغلتها بالدفاع عن الأمن الداخلي مكان الشرطة ومعنت لما سقطت الشرطة في المزاهرة 25 نناير بدأت الغواق تزيد فأنت بدأت تجيب الجيش يعمل إيه ينزل حوش بين الناس و بعضها مش هو طرف صح لأنه أتحمل ما تحملوا في المنسفهات في الكلام ده علشان ما يوجدش الحرب الأهلية المطلوب أنها تعمل في مصر صح فبالتالي قاعد الجيش فين في مصر يدافع عن الأمن الداخلي طب هو عمل إيه بره في سيناء جاب الناس و أدوهم فين في سيناء وبدأوا جهزوا سيناء لعملات الإرهابية المطلوبة أو لعملات إمارة سيناء وفصلها وكلام ده كله الفكرة كان موجود عندهم يعملوا فبالتالي شغل الجيش أنا كنت أسمعي إيجاد الدولة فشلة إن أنا مقدرش ياخد قرار أدفع بيها عن بلدي طيب هخليك تفضل على الحالة دي أطول فترة ممكنة لغاية أن أعمل الإرهاب و أعمل الأهداف اللي أنا عايزة فأعمل عليك إحصار اقتصادي مؤسسي دولي مدكش أي دعم دولي ترفع من شأنك في موجبة الصورة اللي أنت فيها لأن الصورة أيا كان أهدافها فهي بتوقف النمو طبعا الاقتصادي بتوقف النمو الاقتصادي وإنت استلمت من مبارك الدولة عاملة ثمانية واثنين من عشر النمو إحنا في ألفين واثناشر واحد يناير ألفين واثناشر بعد سنة بالزبط كان النمو عندنا ناقص اثنين يعني فقط عشر ونص ده يبان فين في رصيد البنك المركزي من ستة وتلاتين لتلات عشر على طول يبان كده فهنا أنا الحصار الاقتصادي ده بضغط عليك عشان تقبلي ما أعمليه عليك من شروط طب الكلام ده كله عشان أخلي الناس تعيش جو ده جو الأحباط وجو الحرب وكلام ده أشتغل عليك بالعمليات النفسية والحرب النفسية بهنا ربع ناصر نقولهم تاني الحرب بالوكالة إيجاد الدولة الفشلة الحصار الاقتصادي المؤسسي والحرب النفسية والعمليات النفسية والحرب النفسية دي إحنا والتنين دول واحد بس واحدة بتستخدم في السلم واحدة بتستخدم في الحرب أو وقت الموقف اللي هي الحرب النفسية المترجم للقناة